السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مدار السنين واعتقد كافة العلماء ان كوكب المريخ كوكب ميت جيولوجيا ومسألة الحياة على سطحه فيما سبق بالتأكيد كانت مستحيلة كوكب اصغر من كوكب الارض وبيفقد حرارته الداخلية بشكل متزايد مع مرور الوقت من ملايين السنين والغير معروف عددها بدقة محددة كوكب المريخ كان عبارة عن صرح كامل للبراقين المصارى واثار الانفجارات البركانية الضخمة مسيطرة على سطح المريخ لحد دلوقتي لدرجة ان احد براقينه واللي بيعتبر الاكبر في كافة براقين النظام الشمسي والمعروف باسم بوركان اوليمبوس ظاهر جدا لدرجة انك تقدر تشوفه من كوكب الارض باستخدام اي تلسكوب هوه بسيط وده بيغضح قد ايه حجم البركان ده كان كبير جدا لكن كل الاحوال دي اتغيرت مع مرور الزمن ودرجة حرارة الكوكب بدأت في الانخفاض وضعف المجال المغناطيسي بالاضافة للرياح الشمسية كانوا سبب في ابعاد الغلاف الجوي وتجمد المياه المتبقية على سطحه لكن في الفترة الاخيرة في حاجات كتير اتغيرت على كوكب المريخ واللي بيوضح كده الدراسة اللي بينفذها علماء الفلك واللي من خلال الافة الصور قدروا يلاحظوا ان نشاط المريخ فعلا بدأ يتغير الصور بتوضح العديد من الانهيارات الارضية وتضفق الحطام على منحضرات البراكين واشكال الانحضار مشابهة للشجر اثار الزلازل وانماط الطربة نفسها اتغير شكلها بشكل واضح عن الاول فالصور اللي قدر مسبار ناسا انه التقطها لسطح المريخ من 2005 ل2020 هي اللي بتوضح الفروق الواضحة والتغيرات اللي حصلت للكوكب طبعا ما فيش اي حاجة تقدر تغير في شكل السطح بالنظام ده الا قوة واحدة وهي قوة الزلازل وده معناه ان الكوكب بيعيد تنشيط نفسه جيولوجيا اهلا وسهلا بيكم على اجمل واجمة قناة على الكوكب انا احمد سليمان وفي الفيديو ده هنتكلم عن احدث تطورات المريخ من سنة 2018 يا صديقي والمركبة الفضائية الداخلية الخاصة بكوكب المريخ بترائب كافة الزلازل باستخدام تجربة معروفة بالتجربة الزلزالية والتجربة دي خاصة بالهيكل الداخلي للكوكب واللي بدورها قدرت تسجل اكتر من 1300 هزة ارضية ومكرمة بسيطة مع كوكب الارض فالعدد ده لا يعتبر ملفت للنظر اطلاقا لانه على كوكب الارضي الصديقي وخاصة في الاوينة الاخيرة معدل الزلازل والهزات الارضية بيتراوح بين 500 الف المليون زلزال سنويا واخرهم اللي حصل في دولة سوريا وتركيا وغيرهم من البلاد لكن هم اكثر المتضررين ربنا يعفيهم ويعفو عنهم وينجينا من الكوارث اللي زي دي غير كده على كوكب المريخ الهزات اللي بتحصل ضعيفة جدا سنة 2021 تم وقوع زلزال على كوكب المريخ يعادل خمس دراجات على كوكب الارض وده كفيل يحدث ضرر بسيط جدا بالبنية التحتية يعني شبابيك تتكسر مش اكتر من كده لكن على كوكب المريخ الوضع مختلف شوي زلزال بقوة خمس دراجات كفيل يتسبب في ازاحة الصفائح الدكتونية وانفجارات بركانية ورغم ان كوكب المريخ لم يصل الى هذا الحد من الثوران والنشاط مع ذلك اثر الزلزال فيه بشكل ملفت للنظر الفكرة الاساسية يا صديقي اللي عايز اوصلها لك ان تغير طبقات سطح الكوكب بسبب العوامل المتجددة من زلازل وغيره وضحت للعلماء بعض الامور اللي من خلالها اصبح من السهل حل لغز قابلية الحياة على كوكب المريخ في الواقع المعروف عن كوكب المريخ انه كوكب قاسي للغاية غير مديوف تماما ونهائيا وشديد البرودة بدرجة غير متناهية الميها على سطحه متجمدة تماما وبالتالي يستحيل على اي كائن حي موجود على كوكب الارض انه يتحمل الظروف المناخية دي اطلاقا لكن فيه كائنات حي دقيقة بتقدر تتكيف مع اقصى واصعب الظروف المناخية على كوكب الارض ولذلك من المحتمل وجود كائنات ممثلة لها موجودة على سطح المريخ في الاعماق لان الجو هناك اكثر دفئا وبيخلو من الاشعاعات المميتة بالاضافة لوجود بحيرات جوفية على المريخ واللي تعتبر اكتشاف مميز جدا لانها بتفير لامكانية وجود ماء سائل وده لو توفر هتتوفر الحياة بطبيعة الحال سنة 2018 برضو يا صديقي ادرت المركبة الفضائية مارس اكسبرس اللي بتدور حول كوكب المريخ اكتشاف بحيرة كبيرة تحت سطحه وبالتحديد في القطب الجنوب من الكوكب وبتمتد البحيرات المتفرقة على سطحه لمسافة بتزيد عن 75 ألف كيلومتر وسنة 2022 وضحت الاجهزة ان في كم كبير جدا من المياه المجمدة داخل الوادي الممتد على طول خط الاستواء الخاص بكوكب المريخ مجموعة من الاخاديد المعبئة كليا بالمياه على مساحة تساوي مساحة دولة ولندا تقريبا والمسافة بين البحيرات والمسطحات المائية دي وبين التربة اقل من مترين يا صديقي وعلى فكرة على كوكب الأرض تم اكتشاف بحيرات تحت سطح الأرض في القرى القطبية الجنوبية لكن على كوكبنا البحيرات دي ممتلئة بالميكروبات والأسماك وأنواع كتيرة جدا منها ومن الكائنات الحية وده بيخلينا نطرح سؤال يا صديقي هل من الممكن وجود كائنات حية تحت سطح التربة الخاصة بكوكب المريخ؟ في الحقيقة درجة حرارة سطح المريخ في فصل الصيف الاستوائي بتوصل ل35 درجة مقوية وطبعا في المركز الخاص به صعب جدا تتوفر درجة حرارة تزيب الجليد اللي اتكلمنا عنه وبالتالي من الصعب جدا وجود اي شكل الحياة داخل المحيرات المجمدة ولو اتكلمنا عن حياة المريخ الماضية ومن ملايين السنين وحسب تفسير العلماء المختصين فالكوكب كان ليه غلاف جوي اكثر دفئا من دلوقتي وقتها كان وارد جدا انه يكون في كائنات حية عيشة جواه لكن لحد دلوقتي لم يتم الحصول على اي اثر لوجود كائنات حية عليه في العصر القديم او الحديث بطبيعة الحال اهم اكتشاف وصله علماء الفضاء بخصوص كوكب المريخ وده احد اهم الاجهزة الكشفية على سطح المريخ واللي بدوره قدر يكتشف ارتفاع نسبة غاز الميثان على الكوكب غاز الميثان يا صديقي بينتج عن طريق الانبعاثات اللي بتقوم بيها الكائنات الحية وموجود في غلافنا الجوي بنسبة كبيرة وواضحة ومن هنا العلماء بيحاولوا يعرفوا هل الميثان الموجود على سطح المريخ ناتج من كائنات حية ولا لا ووارد كمان ان الغاز يكون ناتج عن تفاعل الصخور بالمياه لكن المشكلة مش ان الميثان هو الغاز الوحيد اللي اثار فضول العلماء لانهم مركزين على غاز ثاني اكسيد الكربون الغاز اللي بنعتبره مسمم على كوكب الارض اصبح بيشكل اهم غاز بالنسبة لعلماء الفضاء على كوكب المريخ قدروا يختروا جهاز صغير في الحجم وقدروا كمان يوصلوه لسطح الكوكب الجهاز قادر على فصل زرات الاكسوجين عن ثاني اكسيد الكربون وبيتم فصل اول اكسيد الكربون اللي بيخرج بطبيعته للغلاف الجوي الهش الخاص بالكوكب بالاضافة الالة بتقدر تنتج 10 جرام اكسوجين خلال الساعة لكن في اول تجربة للعملية دي وبعد مرور ساعة كاملة كانت كمية الاكسوجين اللي تم انتاجها 5.4 جرام فقط ودوليادو بيكف تنفس رائد فضاء واحد لمدة 10 دقيق ومازالت الوكالات الفضائية في بحث وابتشافات لا تنتهي في محاولة منهم للصعود للمريخ واكتشافه بشكل اكبر وتم التعاون مع ايلون ماسك لانشاء اول رحلات للفضاء وتجهيز المركبات المناسبة قيد التنفيذ وفي الغالب لو كل خطتهم نجحت يا صديقي هيكون القمر هو اول وجه ليهم يا طرع ينجحوا في كل ده ولا لا الله اعلم بس سؤال يا صديقي هي ليه ناسا من سنة 1974 ما حاولتش ولا مرة تطلع للقمر مرة تانية لو حابب تعرف هسيب لك جزء من الفيديو الخاص للموضوع ده والفيديو الكامل هيظهر لك في صندوق المقترحات في نهاية الفيديو الحالي دمتم امينين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الواقع كل المصادر بتؤكد ان بعثات ابولو للقمر لم تخلو نهائيا من المخاطر لان اثناء تحليق رواد الفضاء على المركبة الفضائية ابولو على الجانب الليلي من القمر ظهر لهم شيء مشابه جدا للقمر نفسه ولكن على مسافة بعيدة جدا ومحدش كان عارف ان الشيء ده هيكون عقبة حقيقية امام عمليات استكشاف القمر كتير من العلماء بيعتقد ان التوهج ده عبارة عن غبار قمري تم التقاطه بواسطة حقول قهربية قوية جدا الغبار القمري حسب اعتقدهم بينتشر على جوانب القمر سواء في الليل او النهار وبانتشار ضوء الشمس خلال الجزئيات المجهرية للغبار بيتم عمل توهج قوي جدا بالواقع الشكل العام بيكون جميل لكن الغبار المشحون بالقهرباء يا صديقي بيكون خطير جدا بيقدر يتغلغل في كل شيء تقريبا وبالتالي بيمثل خطورة كبيرة جدا على بدلات الفضاء وتعطيل المعدات بشكل سريع كمان وكذلك على كوكب المريخ الغبار الخاص به كان سبب اساسي في تعطيل المركبات الجوالة وتسبب لها في اضرار كتير جدا لكن دي مش للمشكلة الوحيدة ترجمة نانسي قنقر